كيف يكون؟ أخت الفاضلة التوكل على الله هو قاعدة الإسلام قاعدة الشريعة هو رأس الأمر هو أصل الدين ولذلك الله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعي والتوكل على الله عز وجل أمر الله به وهو من أجل العبادات وأفضل الطاعات قال وتوكل على الحي الذي لا يموت ونصوص الآمرة بالتوكل كثيرة جدا والتوكل على الله معناه تفويض الأمر إلى الله بمعنى أن يعتقد الإنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره وأن هذا الكون هذا الخلق العرش فما دونه العرش فالسماوات الملائكة الأرضي كل شيء الكواكب هذه كلها خلق الله عز وجل والله عز وجل قهرها بقوته لأنه هو الخلاق العليم هو الخالق ولذلك ما مشاء إلا بأمر الله عز وجل وبمشيئته الكونية فالمؤمن توكل على الله يكون باعتقاد بأن الأمور هذه كل بيد الله وأن الأمور وأن ما شاء الله كان ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون أبدا لا يمكن أن يكون ومع ذلك يبذل الأسباب لأن الله تعالى أمر ببذل السبب فمن التوكل أني أبذل السبب يعني رجل يريد العلم يطلب العلم يروح يدرس رجل يريد الرزق والمال يشتغل وظيفة ولا تجارة رجل يريد الأولاد يتزوج وهكذا يعني لا بد من بذل السبب بشرط أن لا يعتمد المسلم على السبب بمعزل عن المسبب وهو الله عز وجل يعني لا يجوز الاعتماد كليا على السبب مثلا اعتقاد أن هذا الدواء هو الشافي هذا غلط لا الشافي هو الله عز وجل هذا الدواء سبب حتى القرآن الآن لما الرقاة يقرؤون القرآن على المرضى ما يعتقد الإنسان والله أن هذه القراءة شافية لا هذا مجرد سبب فالله عز وجل قد يوفق للشفاء وقد يقدر جل وعلا أن لا يعافى هذا المريض فتنبه لهذا بارك الله فيك